الحاجة التانية أو الخبر التاني متعلق بمنتخبنا الوطني نهاردة أول تدريب لمنتخبنا عنده مباراتين المنتخب تعهل لكاس الأمم في المغرب أمام بوتسوانة والرأس الأخدر طبعا 12 نقطة من أربع مباريات فالحمد لله الأمور جيدة بالنسبة لمنتخبنا الوطني فيه غيابات نتيجة الإنزارات مروان عطية وتريزيجي في إصابات رمي ربيع عيسر إبراهيم ولكن جهاز المنتخب أعلن القيمة بالأمس 25 لعب ويمكن فيه عناصر جديدة دخلت أبرزهم طاهر محمد طاهر زي ما أعلننا قبل كده وأن طاهر هيكون موجود مع مصطفى فاتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومعظم اللاعبين اللي موجودين في قيمة منتخبنا الوطني شناوي المهدي سليمان عواد مصطفى شبير دول حراس المر ما أضعكم طبعا قيمة المنتخب اللي بدأت النهاردة في أول يوم في المعاصق ولكن بالنسبة لقيمة المنتخب الساعات الأخيرة حصل كده إيه حاجات ما كانتش جيدة وأمور ما كانتش ولابد إيه هي؟ غير معقول وغير مقبول أن يكون عضو في اتحاد الكورة بيمارس مهام إعلامية أو دور إعلامه عنده برنامج ويتكلم بطريقة ليست مناسبة على واحد من نجوم النادي الأهلي وهو إمام عشور وأنا هنا بخص بالأمر وبالذكر هنا يا دكتور إيهاب الكمي عضو اتحاد الكورة ودي مش أول مرة يمكن ده الخطأ اللي بيتقرر معاه للمرة التانية أو التالتة على مدار آخر سنتين منذ أن تم انتخابه في اتحاد الكورة فكرة أصلي صديق ليه قال لي؟ يعني هو صديق قالك ولا تسريب؟ ولا هو اتحاد الكورة بيدار بكلام الصحاب؟